في عملية ليست الأولى من نوعها وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة أطلق الجيش العراقي وقوات البشمرقة وبدعم من التحالف الدولي لمناهضة داعش حملة أمنية مشتركة في المناطق الواقعة بين قضائي كافري وخورماتو بإقليم كردستان لملاحقة خلايا عناصر التنظيم الإرهابي وتشارك في العملية قوات كوماندوس من البشمرقة واللواء 144 واللواء 52 من الجيش العراقي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وذلك بإسناد جوي مباشر من طيران التحالف الدولي ضد داعش العملية المشتركة التي انطلقت فجر الأحد ينتظر منها توجيه ضربات لداعش في محط جبال غراء وقرية بلكا وزنانة في حين ضبطت القوات الأمنية أسلحة وألغام خلال التقدم في عدد من المناطق التي كان يستخدمها مسلح التنظيم للاختباء كمنطلقا لشن العمليات على العسكرين والمدنيين في تلك المناطق دعم التحالف الدولي تمثل بقصف مقاتلاته أو كار التنظيم الإرهابي فيما تنقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن وقوع قتلى من عناصر التنظيم يشار إلى أن القوات العراقية تطلق عمليات أمنية بين الفينة والأخرى ضد دفل لتنظيم داعش الإرهابي الذي زاد من وطيرة هجمته في الفترة الأخيرة ضد العسكريين والمدنيين على حد سوها في العديد من المحافظات العراقية